السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة هنشوف موقع اسمه بيم سي تي دوت اي او. ده هيساعدك لو انت عايز تشغل في البيم مسلا تاخد ملافات وتعرضها بشكل افضل. طيب تعالى نشوف حاجة مسلا زي كده. ان انت هتقدر ان انت تاخد الموديل بتاعك. وادخله جوه الميتافيرس. ادخله جوه الفيرش والرياليتي تربطه ببيم ستين. ففيه امكانات جميلة جدا تستفاد بالموديل بتاعك بعد ما تعمل. امثلة على كده هو ان انت تقدر ان انت تربطه طبعا من خلال تقدر من خلال برمجة بسيطة تربط الموديل بتاعك بالفي ار. تقدر ان انت تشوفه. فالموضوع محتاج برمجة بسيطة لكن سهل تاخد الكود الشارع عليها. تقدر تعمل الرياليتي. تقدر ان انت بويب فيور الموقع بتاعك تقدر انت تدخله ملف الريفت الاصلي. تقدر انت تدخله ملف اي في سي. تقدر تدخله ملف اي في سي اكس ام ايل. ملف زي الاتوكات دي دابلو جي دي اكس اف دي دابلو ايف دي جي ان. انا تقدر تدخله ملف دي اي اي. تقدر تدخله ملفات صور. ملفات النفس وركس. كل ده يقدر ان هو يشوفه. تقدر انت تزر بعد كده الموديل بتاعك بطرق متنوعة. وتقدر تاخد نسخة مجانية تجرب عليها. وفيه اكواد كتير جدا في قلب الموقع تقدر ان انت تستخدمها. دي. تقدر تدخل ران للويب اه جي ال. نقدر تشوف الموديل بتاعنا اونلاين. او على النظرات بتاعة الفيرشوال ريالتي. وفيه مسيلة كتير موجودة. فتقدر ان انت مسلا تقول له انا عايز اشوف ملف او ملف الريفة الاصلي وهكسف. ايه در? او. اظهر معاك الموديل بي الشكل دوت. تقدر انت تشوفه. تقدر انت تقول له انا عايز تزهر لكل العناصر بحيس ان انا اخفي بعض العناصر مسلا. اركز على البيلدنج مسلا مش عايز اشوف الحياة اللي هي الاندر جراويند. عايز اشوف الجزء بتاع السيلينج مسلا. ودي الفيور ممكن تقول له اذا تروح للهوم او تروح للروم. تقدر تضيف ملفات فتقدر تحكم في العرض بتاعك اونلاين. تقدر طبعا تعرف الانفروميشن تقدر ازا من انت عايز عندك ادوات للقياس. ترجمة نانسي قنقر